بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين من نستعين ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفاءنا رسول الله صلى الله عليه وقل وسلم ما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وقل وسلم كالعادة داخلين على حبيبنا اللهم صل وسلم وبارك عليه الواحد لما بيعد يتخال بس مجرد تخيل أنه داخل على النبي صلى الله عليه وقل وسلم يقول أمال بقى لما نكون في الحقيقة بقى وإحنا داخلين الجنة وإدينا في إدين النبي وداخلين قبل الجنة نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يا رب جمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى اللهم آمين يا رب العالمين داخلين بكل أدب وهدوء وسكينة وكالعادة إوعى تنسى التأشير صلى على الحبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا لإن النبي قعد مع الصحابة وبيقول لهم كما عند مسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت الكبائر أو ما لم تؤت الكبائر وذلك الدهر كله الله أكبر أي واحد فينا بتحضره صلاة مكتوبة يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها فالصلاة دي تبقى كفارة لكل الذنوب اللي فاتت ما لم يغشى الكبائر والكبيرة تحتاج إلى توبة وذلك الدهر كله ولذلك درس اللي لادي بعنوان النبي ونعمة الخشوع في الصلاة الجزء الثالث والأخير وفي عجالة سريعة لأن النهاردة في كلكم تلاتين سبب من أسباب الخشوع في الصلاة فمحتاج شوية يعني أسرع الرتم شوية فسمحوني هتكلم بسرعة شوية الحلقة دي عشان نلحق نخلص التلاتين سبب من أسباب الخشوع في الصلاة ذكرنا الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها نمازج جميلة جدا جدا من الخاشعين في الصلاة وصور مشرقة وذكرنا رحلة للخشوع في الصلاة من الوضوء إلى التسليم بكل التفاصيلها من الألف إلى الياء بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا لله دي نتكلم وندون مع بعض لو معك وراء وقلم ما معكش وراء وقلم هتلاقي كلام ده كله موجود في كتاب ليلة في بيت النبي هتنكلم اللي لدي عن تلاتين سبب من خلال التلاتين سبب دولة بفضل الله هتقدر توصل إلى أن انت تكون خاشع جدا جدا في صلاتك وتصلي كما كان يصلي النبي وأصحابه الذي قال صلى الله عليه وسلم وجعلت كرة عيني في الصلاة رقم واحد نبدأ ونستعين بالله سبحانه وتعالى أول حاجة من أسباب الخشوع في الصلاة وخب بالك بقى السبب ده هتليه مشترك في كل حاجة أي حالة إيمانية عايز تعيشها أي نجاح في حياتك أي نجاح في دينك في دنيتك في آخرتك لازم تلاقي السبب ده وترقم واحد ده متصدر كده في الأول أول حاجة الاستعانة بالله لأن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله إحنا ضعفاء محتاجين أن ربنا يقوينا بالطاعة وبالإيمان وبكل أسباب الخير في الدنيا وفي الآخرة إحنا لا طاقة لنا بأي شيء إحنا لو على حساباتنا الشخصية ممكن ما نعرفش نوظب على الصلاة ممكن ما نعرفش نصوم رمضان ممكن لكنه حول الله وقوتي لما الإنسان بينخلع من حول وقوتي إلى حول الله وقوتي ربنا هو اللي بيعين ربنا هو اللي بيرزق ربنا هو اللي بيبارك ربنا هو اللي بيقوي هي دي المسألة إن أنا عايز أخشع في الصلاة رقم واحد أسأل المولى عز وجل اللي بيده مفاتيح القلوب سبحانه وتعالى قلوب العباد بين إصبعين من أصعب الرحمن يقلبها كيف أشاء تقول له يا رب يا حبيبي يا كرة عين يا رب يا ليش غيرك يا رب تدلل كده على ربنا سبحانه وتعالى وتذلل بين يدي لأقول له يا رب ما ليش غيرك يا رب إما كنتش ترزق قلبي الخشوع في الصلاة أنا معرفش كل خاشع أبدا يا ربي إلا بحولك وقوتك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قوم بالليل حبيبي قلبي في التلت الأخير من الليل اللي كتير مننا بيغفل عنه قوم في التلت الأخير حيث ينزل وحينما ينزل الحق وجل وعلا لزولا يليك بالجلال وكمالكما عند مسلم فيقول هل من سائرين يسألوني فأعطيه هل من داعين يدعوني فأجيبه هل من مستغفرين يستغفروني فأغفر لا أقول له يا رب أنا يارب مش عرف أخشع في الصلاة يارب برزقنا الخشوع في الصلاة قوم ليلة واثنين وثلاثة واربعة قوم لآخر عمرك علشان ربنا يكلبك بأول حاجة الاستعان بالله رقم اتنين الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم من تلاب ما تستعم بالله بقى وتصلي وتخشع صدقني الشيطان عمره ما هي سيبك شيطان الجن شيطان مخصوص فيه شيطان مخصوص كده للصلاة اسمه خنزب أو خنزب النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحابي اسم أبو العاص بيقول له يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي فماذا أصنع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا عرض لك أو إذا أحسست به فتعوذ بالله عز وجل منه واتفل عن يسارك ثلاثا لكن بس عزيزي نركض بس في حتة واتفل عن يسارك ثلاثا حضرتك بتصلي صلاة الجماعة واحد جنبك على يسارك واحد على يمينك ففجأة لقيت نفسك سرحان في الصلاة مش عارف تركز ومش عارف تخشع في الصلاة فعلى طول هتعمل إيه وصية الناب صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله منه تمام واتفل عن يسارك ثلاثا من غير ريء يعني هوى مش تنفعلوا وبعدين اللي هم بيجدع الشمال الله يكون فقولوا لا يعني إيه هوى كده من غير ريء وبعدين بدون أن يدري من بجنبك يعني بالراحة كده من غير ما هو يحس حتى لا تخرجه هو أيضا من خشوعه في الصلاة يبقى رقم اثنين الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم نفتكر مع بعض رقم واحد الاستعانة بالملك سبحانه وتعالى يا رب ارزقني نعمة الخشوع في الصلاة رقم اثنين الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم رقم ثلاثة البعد عن أكل الحرام سدقوني والله العظيم خذها كلمة من أخوك لو أكلت حلالا ستخشع في الصلاة إن شاء الله شئت أم أبيت ولو أكلت حراما فلن تنال الخشوع شئت أم أبيت لو أعملت كل المستحيلات اللي في الدنيا وانت بتاكل حرام لا يمكن القلب ده يخشع أبدا النبي ذكر كما عند مسلم ذكر الرجل يطيل الصفر يمد يديه للسماء وهو أشعف أغبر يقول يا رب يا رب لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وهذي بالحرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب له إزاي ربنا يستجاب لواحد بيأكل حرام لما يكون بيأكل حرام يقول يا رب ارزقنا الخشوع في الصلاة أن كيف يستجاب لهذا الإنسان يبقى إذن رقم ثلاثة كل حلال اوع تاكل حرام وبعدين سبحانك يا رب عمر بن الخطاب في يوم الأيام دخل بيته فبيسأل زكت يا أم كلثوم ماذا عندك من الطعام قالت له ما تحت السرير بص تحت السرير لقى شوية حصوات ملح وشوية فتات خبز فأكل فتات الخبز مع حصوات الملح ثم شرب ماءا لمن أدخله وبطنه النار بطن إيه اللي ادخل النار ديت ده اللقمة بتستوي بعد الخمسة سنط بتاعت التذوج دي ما بيبقاش في فرق أبدا ما بين أي أكل وما بين أي أكل تاني ما فيش فرق بين الفور والكباب ما فيش فرق بين أي حاجة مدام عدت من مرحلة التذوج ديت أنا أدخل نفس النار عشان خمسة سنط أخش بها النار ويل لمن أدخله وبطنه النار كل حلال هتخشع في صلاتك بفضل الله سبحانه وتعالى رقم أربعا البعد عن المعاصي المعاصي حبيب قلبي بتغلف القلب بران قال جل وعلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ومن نتيجة المعصية أو من ثمرة أو من عقوبة المعصية المعصية بعد المعصية إن الإنسان لما يقع في معصية وما يتوبش منها ممكن عدم التوبة دي يبقى فيها إصرار تثمر له معصية تانية التانية تثمر له التالتة وكل معصية كما أخبر نويس عسلام تنكت في القلب نكتة سوداء حتى يغلف القلب بالسواد قال جل وعلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون القلب متغلف بالمعاصي أو بسواد المعصية ييجي الإنسان يخشع إلى إيه وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبي يحول بينك وبين الخشوع وبين تدبر الكرآن وبين تقبل المواعذ وبين فعل الخير وبين حب الخير وبين حب الصالحين وبين خيرات كثيرة جدا جدا وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبي وأنكم إليه تحشرون يبقى إذن المعاصي توب إلى الله عز وجل وابعد عن المعاصي طيب أعملت معصية وداخل صل الظهر كمان شوية أعمل إيه على طول جدد التوبة أن أنت تلحق تتوب توبة سريعة كما أخبر الحق جل وعلا وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أنت مقبل حي على الفلاح أنت مقبل على الفلاح فإن كنت تريد الفلاح فتوب إلى الله عز وجل لعلكم تفلحون كما أخبر الحق سبحانه وتعالى بأن نصحت لحضرتك ونصحت لحضرتك لجدد التوبة قبل كل صلاة ليه؟ علشان لو كان في ذنب الله طب أنا ما أزنبتش أتوب من إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب من إيه؟ صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم الذي عصم من الذنوب صلى الله عليه وآله وسلم وغفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر ومع ذلك كان يتوب ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة في رواية البخاري وفي رواية مسلم مئة مرة وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر وكان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه ثم تقول له أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول له يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ما شكورش ربي سبحانه وتعالى بإذن لابد أن أنت تلحق وتتوب من الذنوب والمعاصي ابعد ابتداء عن المعاصي فإن وقعت في معصية ولابد ما فيش حد فينا معصوم يا جماعة هو حد يفتكر أنا لما بقولك ابعد عن المعاصي أن أنا بعيد كل البعد وإنت بعيد كل البعد كلنا أصحاب معاصي لكن بتتفاوت في واحد معصيته قدي كده وفي واحد معصيته قدي كده جل وعلا يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة اللهم تب علينا وارزقنا وإياكم توبطا نصوحا رقم خمسة حفظ اللسان صدقوني ومع لش أنا بتكلم بسرعة عشان نرحى أقول لكم التلاتين سبب من أسباب الخشوع في الصلاة أتمنى لو مسجدينها أو بعد الحلقة خش على الموقع رسمي قناة اقرأ أو موقع رسمي شيخ عم مصري خد العناصر ديت واكتبها عندك وتذكرها وصدقني هتبقى من أخشع الناس قلوبا في الصلاة وتلاقي نفسك في قرب شديد جدا جدا وفي حاجة كده روحانات في قلبك لما تخشع في صلاتك والله العظيم يا جماعة ألذ شيء تأوي إليه في وقت الفتن وفي وقت غير الفتن حتى هو الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخشين أرحنا بها يا بلال تعبانين شوية عايزين نرتاح يبقى بالصلاة شو فدي إن انت تصلي أرحنا بها يا بلال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع شوف كلمة فزعة حاجة يتعبر لك عن المعنى يعني انتخيل حضرتك ولله المثل أعلن يما يكون الإنسان يعني مثلا يعني خايف من حاجة بيفزع لمن يحميه يعني مثلا طفل صغير خايف من واحد يضرابه بيجري في حضن أمه بيجري في حضن أبوه تخير حضرتك انت بتجري في حضن الصلاة ولله المثل الأعلى انت بتجري عشان تقب من إيدين ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يحميك وهو اللي يحفظك وهو اللي يكلأك سبحانه وتعالى من كل نواقب الظهر ومن كل شرور الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى حفظ اللسان رقم خمسة من أسباب الخشوع في الصلاة حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وقصف المحصنات وشهادة الزور والأشياء بقى ربنا يعافينا وعافيكم يا رب بقى تعالى بقى تكلم عن آفات اللسان ممكن أنا جمعتها في حوالي 42 آفة من آفات اللسان في أحد كتبي شيء عجيب جدا آفات اللسان دي ولذلك سيدنا معاذ بيقول له يا رسول الله أَوَإِنَّا لَمُؤَخَذُونَ بِمَا تَتَكَلَّمُ بِيَا أَلْسَنَتُنَا قَالَ الثَّكِلَتْ كَأَمُّ كَيَا مُعَازُ وَهَلْ يَكُبُّوا الْنَّاسَ عَلَى وَجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُوا أَلْسَنَتِهِمْ ده اللسان ده مشكلة ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة اللي يضمن للسانه وفرجه اللي ما عميتش بهم معصية أضمن له الجنة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في حديث آخر ما من يوم يصبح في العباد إلا والجوارح كلها تكفر اللسان تكفر يعني تخضع تكفر اللسان فتقول للسان اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا اللسان ده أمر خطير جدا جدا إن شاء الله أكلمكم مرة بقى عن آفات اللسان شيء عجيب جدا يبقى حفظ اللسان صدقوني أي حد في الدنيا لا يمكن أبدا يخشع في صلاته وهو قبل الصلاة كان عما الغيبة ونميمة وبهتان وكد وشهادة زور كل دوته عايز يخشع في صلاته طب إزاي أما الإنسان حينما يطهر لسانه كما قال أخبة بن عامل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نجا قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك وجمع النبي ذلك كله فقال من صمت نجا الحاجة السادسة ونختم بها قبل الفاصل البعد عن المظالم ابعد عن المظالم أبوس إيدك لأن أنت ممكن تصلي وتصوم وتحج وتزك وتعمل كل الخير ده وتقدم حسناتك على طبق من فضة للناس اللي أنت بتكرههم أنت بتغتاب فلان لأنك بتكرههم أنت بتديروا حسناتك أنت بتوقع بين اتنين أنت بتشعل عليهم الفتنة فبيشعل عليك قبرك ربنا عافينا عافيك والنبي صلى الله عليه وسلم مرة على القبرين قال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان فيه كبير بلا إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبرق من بولي وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة ابعد عن الأشياء دي كلها عشان ربنا يا كلمة كده تخش في الصلاة سليم الصدر لا بتغتاب حد ولا بتنم ولا بتقلب ولا بتعمل حاجة تخش تلاقي نفسك خشع في صلاتك ابعد عن المظالم لأنك ممكن تظلم واحد وتديله حسناتك الإنسان حينما يقع في المظالم بيخش وهو بالصلاة هو بيصلي ووقب بين يدي الله وهو يدبر المكائد لمن يريد أن يظلمهم أو لمن ظلمه فيريد أن يرد عليهم المظلمة إنما الإنسان لما يخش في الصلاة وهو سليم الصدر لا يحمل الكره لأحد من المسلمين قلبه مليان بالحب والخير لكل مسلم على وجه الأرض صدقوني هيخشع في صلاته ولا يمكن أبدا يشعر أن الصلاة دي تقيل على قلبه أبدا تعالوا نكمل فاضل دي يا طيب يبقى إذن البعد عن المظالم البعد عن المظالم شيء جميل جدا جدا أن أنت تلقى الله سبحانه وتعالى ما فيش عليك مظلمة تيجي يوم الإيامة ما تلاقيش مفاجآت هي دي المشكلة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتاسبون أن أنت بتصليك عبد ربنا وخاتم الكرآن وبتدعو إلى الله تعمل كل ده بس فيه عندك مظالم تيجي يوم الإيامة عامل حسابك إن شاء الله برحمة ربنا برحمة ربنا قبل أي حاجة أنك إن شاء الله داخل الجنة تلاقي نفسك ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين محروم من دخول الجنة مع أول الداخلين ممكن تخش بعد كده بس تتعاقب على ذنوب ومصائب ومشاكل أن أنت ظلامت ناس فيستوفى منك لهؤلاء الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرونا من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم ما له ولا دينار قال المفلس من أمتي من أأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ما شاء الله رجل زالفول له لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا أكل مال هذا وسفك هذا مهذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرح في النار تعالوا نكمل مع بعض أسباب الخشوع في الصلاة ولكن بعد الفاصل صلى على حديثك تعالوا نسوه ميت الرسول ونسوه بود ومحبه ولحظة صفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض الثلاثين سبب من أسباب الخشوع في الصلاة لقد كنا ست أسباب والسبب رقم سبعة أن تخرج الدنيا من قلبك يعني إيه أخرج الدنيا من قلبي؟ يعني حضرتك مش عايزني بقى لا أشتغل ولا أنجح ولا أدرس بالعكس عايزك تنجح وتدرس وتكون أغنى واحد وأفضل واحد وأنجح واحد بس بشرط أن تخلي الدنيا في إيدك مش في قلبك يعني ممكن تكون ملياردير بس الفلوس دي في إيدك مش في قلبك ما هي الشغلاك منتج داخل تصلي وانت دماغك في الفلوس والدكاكين والدنيا وآه يعني فكرتلي بواحد كم مرة بيصلي فدخل صلى بالناس إمام فصلى العصر تلت رقعة هو ما أخذش باله هو نسي فكان وراء ناس كتير جدا فالموم بعدا ما خلص صلى الناس كلها سكتل معظم قال يعني الحمد لله نزل التخفيف ربنا كنون بس كلهم كانوا رجال أعمالوا كده فواحد فيهم قال له على فكرة حضرتك مصنلتش من العصر يجب ثلاث رقعات قال له ازاي يعني كل نزلت مش واخده باله قال له والله هم ثلاث رقعات قال له ازاي قال له حضرتك أنا عندي أربع محلات في كل محل بحسب حساب محل في كل رقعة بحسب حساب محل فخلصت حساب ثلاث محلات لتك بتسلم فبعد إيه ده حضرتك يعني جزاك الله خلين تجيب المحل الرابع يعني واخد بالحضرتك شغل كله ايه هو مشغول بالدنيا والفلوس لا خش الصلاة الله أكبر أكبر من كل حاجة أكبر من الدنيا ومن الشغل ومن المحلات ومن العربيات ومن زوجتك وأولادك من كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى فبتخش تصلي وأنت خاشع في صلاتك ما تخرج الدنيا من قلبك أول ما تخش المسجد تخلع الدنيا كده وتدخل كده بلا دنيا داخل بتريد الآخرة أنا داخل أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى رقم 8 تذكر الموت في الصلاة وقصر الأمل بمعنى تخيل حضرتك لو إن أنا داخل أصلي دلوقتي وأنا جوايا يقين من جوايا أو بس تحضر اليقين دو إن دي آخر صلاة هتصليها في حياتك يا شيخ محمود يبقى أنت بش هتصلي بعدها الصلاة دي هتطلع لأي يا خبار بيض يتبقى أجمل صلاة أنا صلتها في حياتي لما قيل للحسن كيف كنتم تصلون على العهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط شو بقى المنظر ده وإيقبالك والجنة عن اليمين والنار عن اليسار والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله فإذا قضيت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا شيء عظيم جدا أنت تصلي وانت متخيل أن دي آخر صلاة هصليها وبعدها مباشرة بل ربما مش بعدها ربما وأنا فيها وأنا ساجد ألقى الله سبحانه وتعالى كيف تكون الصلاة ولذا قال النبي كما عند الديلمي بإسناد حسن قال اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها ولذلك قال كما عند أحمد بسنة دان صحي لأبي أيوب قال فصلي صلاة مودع كأنك بتودع الدنيا وانت بتصلي حضرتك لو استحضرت المعنى ده وحضرتك لو استحضرت المعنى ده الله أكبر دي آخر صلاة أصليها في حياتي هتلاقي خشوع فيها عجيب جدا وجدد المعنى ده في كل صلاة هينفعك جدا جدا وأنا عن نفسي ده أكتر معنى بينفعني في صلاة حتة إن أنا بعد استحضاري إن أنا واقب بين يدي الله بستحضر إن دي آخر صلاة صليها في حياتي الحاجة التالتة هو الحاجة رقم 9 عفوا الصدقة لأن الإنسان يا جماعة الذي لا يخشع في صلاتي أكيد قلبه متعلق بالدنيا أكيد في جوه شهوات أكيد في جوه معاصي أكيد في جوه مشاكل فالقلب ده مدام في حاجة بتحول ما بينه ما بين الخشوع أكيد عنده مشاكل أكيد عنده أمراض والمرض ده يداوب أشياء كثيرة جدا منهم الله صدقوني الصدقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي الشيخ في الثواب إسناد حسن داووا مرضاكم بالصدقة تخيل حضرتك إن كان بعض الصالحين كان يعملوا حاجة حقيبة جدا إحنا معلش مش متعودين عليها كان لما يجي رايح يصلي أو يكون رايح لدرس علم على يد شيخ أو عالم العلماء المسلمين كان ياخد صدقة ولو يسيرة عرف حضرتك إن شاء الله حتى ربع جنيه إن شاء الله حتى بريزة وإنت ماشي كده ولقيت واحد فقير ويدي له الصدقة دي بنيت إن ربنا يرزقك نعمة الخشوع في الصلاة بنيت إن ربنا يرزقك طلب العلم وإن أنت تستفيد من علم هذا الشيخ بنيت إن ربنا يخفي عنك عيبة هذا العالم حتى تنتفع بعلم الشيء عجيب جدا الناس دي كان عندها أشياء كده يفكروا فيها علشان يصروا إلى العلم وإلى الطاعة وإلى الخشوع وإلى العبادة وإلى الإخبات وإلى وإلى بكل هذه الأسليب الجميلة الرائعة اللي ممكن ممكن ما تخترش على بال بعض الناس رقم عشرة الاستعداد للصلاة والتهيئ لها أنا داخل أصلي مدومت أنا داخل أصلي بقى لازم إن أنا أستعد وهيئ نفسي هيئ نفسي منين زي ما قلت لحضراتكم في رحلة الخشوع من أول ما تخش تتوضى هيئ نفسك أنا هقف دلوقتي بين يدي الله فكرين الحسن رضي الله عنه ورضا لما قالوله لماذا يسفر وجهك وأنت في الوضوء قال أتدلون بين يدي من سأقف الآن سيدنا علي بن يبي طالب يجي يتوضى يرتعش فقالوله ماذا بك يقولوا إني سأحمل الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملناها وأشفقنا منها خطب لك المعنى العظيم ده أنا هتوضى عشان داخل دلوقتي هلقى الله سبحانه وتعالى هقف ربنا هقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى تبتستحضر ده وانت بتتوضى وانت بتردد خلف المؤذن وانت بتقول الدعاء خلف بعد الأذان وانت داخل المسجد وانت بتقول دعاء الاستفتاح وانت بتكبر تكبيرة الأحرام وانت رسل كل ده بتستحضره أن انت هتقف بين إيدين ربنا كل ده هيهيئك أن انت تخشع في صلاتك لأنك هتقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى اللي قال وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون رقم 11 الطمأنينة في الصلاة ما جريش في الصلاة انت عارف في ناس بتصلي على نظام أبو سريع وخبال حضرتك أبو سريع السريع يعني ايه خش الله أكبر ترقين ما فيش سوانكي على الأرض ركوعه واسجوده والله أكبر وبي يعني بيقولوا ايه بيطرق على الأربع لقات في ديئتين وخبالك لا ما ينفعشي لأن الصلاة بالمنظر ده وتعيازا بالله يضرب بها وجه هذا العبد يوم القيامة عايزة صلى صلاة طريقه بجلال الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى تخيل حضرتك لو أنت بتعمل عمل لواحد مثلا رئيس جمهورية أو مالك من الملوك بتقدم له خدمة معانا بتقدمها على أكمل وجه وخبالك ولله المثل الأعلى فأنت مش بتقدم خدمة ربنا أنت بتقدم خدمة نفسك أنت لأن ربنا غني عن عبادتنا سبحانه وتعالى فلما تقدم الصلاة تقدم صلاة طريقه بجلال الله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر ملكون ده كله يبقى أنا وقف بصلي بخشع باطمئن بأس بأركع حدا ما يطمئن جسدين أقوم من الركوع حدا ما اعتدل واقفا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ولذلك قال النبي للرجل المسيء في صلاته اللي النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال له كذا مرة فالنبي وصف له الصلاة قال له تعمل كذا وتطمئنه واقفا تطمئنه ركعا تطمئنه سجدا كذا كذا وصف له الصلاة كلها باطمئنان شديد جدا ثم قال له لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك ولذلك النبي سمى اللي بيسرع في الصلاة كده وبيختفى خطف كده سمى سارق قال النبي كما عند أحمد بسند صحيح أسوأ الناس سرقة مش اللي سرق بنك ولا اللي سرق لا 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 الذي يسرقه من صلاته قاله كيف يسرقه صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ده اسمه حرام صلاة ده اسمه سارق بيسرق صلاته وخبال حضرتك يبعى عشان أصلي بخشوع الله يبارد في عمرك بلاش الله أكبر الله أكبر أنا في مرة مرة في يوم من الأيام شفت واحد بيصلي في مسجد كده فأنا يا دوب دخلت والله الذي لا إله غيره أنا مجرد ما دخلت وقلت الله أكبر ولسه بقول دعاء لسه تفتاح لقيته ساجد فقلت ده كأننا بنصلي السنة قبل الصلاة فقلت ما شاء الله إيه الرجل ده إيه الجمال ده كله ده رجل ده كاروت الصلاة كله في فايل صغير كده ورحمة فبعد أما خلصت الصلاة ركتين فجلست فلقيت وهيصال ركتين تانين فأم يصلي فأنا تعمدت أقرأ الفاتحة في سري وهو إيه يعني أول ما قال الله أكبر بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لقيته ركع فقلت فماذا قرأ ده أكيد جاي بإيه يعني الصلاة بيختصر الموضوع مش فوق دي بقى في عصر السرعة فيعني الحمد لله رب العالمين ولا الضال للآمين وخلص وإيه ورح نازل يعني ربنا سهله يعني أخي بالك ده عايز يخش الجنة من قوت الصلاة من الطريق الدائر يا خبال حضرتك لازم تطمئن لازم تخشع كده وتحس أني أنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى رقم 12 ودي من ضمن الأشياء العجيبة اللي ممكن بعضنا يغفل عنها رغم أنها والله العظيم يا جماعة مهمة جدا أن حضرتك لما تصلي تصلي إلى سطرة يعني سطرة حاجة قدامك على الأقل يكون ارتفاعها حوالي 20 سنتين حاطت بقى مخدة حاطت كرسي حاطت ترابيزة حاطت أي حاجة المهمة حاطت حاجة قدامك ما تخليش الناس تبقى معدية قدامك رايحة جاية وخبالك لأنه ده بيؤثر جدا جدا على خشوعك في صلاتك طيب السطرة دي مسافية تأديه ثلاثة أزرع ثلاثة ثلاثة زراعات بحيث أن انت لما تكون نازل وساجدي أبينك وبين السطرة يدوب ممر شاه شاه تعدي بالعافية يعني ما تسمحش لحد أنه إيه أن يفضل رايح جاية قدامك لأن ده بيفقدك من خشوعك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح إذا صلى أحدكم إلى سطرة فاليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاتك الشيطان ممكن يقطع عليه صلاتك بأنه يخلي حد يعد قدامك يهزر قدامك يجري قدامك لا خش مسجد وقف ورا عمود صلي أو صلي قدام الحيطة صلي في أي مكان ما فيش مكان حط خشبة كده الستند بتاع المصاحب دي وقف صلي المهم يكون فيه قدامك سطرة عشان ما حدش يعد قدامك وأوصى النبي لو حد حاول يعد قدامك حاول تمنعه على قد ما تقدر قال كما عند مسلم فإذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يدينا ويقرأ لك لفظ الحديث وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإن معه القارين دمعه الشيطان وبيحاول أنه بقدر إمكان ياخد بإيده كده عشان يعديه من قدامك عشان إيه يقطع عليك خشوعك وصلاتك وإخباتك وإذعالك وزلك وانكسارك بين يدي الله سبحانه وتعالى رقم 13 دي مهمة قوي قوي وجميل قوي ومظهر حل وقوي مظهر اللي أعرف الظل والانكسار بين يدي الله أجمل حاجة واحفظ مني الجملة ديت أجمل حاجة توصلك لربنا في أسرع وقت ومن أسرع وأقرب طريق الظل والانكسار بين يدي الله اوعى في يوم الأيام الكبري خش قلبك اوعى وانت واقف من يدين ربنا ما ينفعش تبقى واقف وعمال بتتفرج على النجف والمكتل لا اقف الله أكبر خشوع خشوع شديد وخبال حضرتك ان حضرتك وانت واقف بتصلي الله أكبر ايدك اللي يمين على ايدك اليسار والاتنين على صدرك طبعا فيه ناس بقى بتتفلسف اللي يحطها على قلبه واللي يحطها مش عارف ازاي لا الكلام ده كله فلسفة يعني دي ما وردتش على النبع السام اللي بيعمل كده اللي بيعمل كده لا احنا عايزين الصلا اللي كان النبع بيصلي صلوا كما رأيتمون وصلي الله أكبر حذر من كبين او محاذات الاذنين وتمحطتها كده هو على صدرك وخبال حضرتك اليمين على اليسارة على صدرك ليه لان دي أقرب للأدب عارف حضرتك ولله المثل الأعلى انا اذكر واحنا اطفال صوارين في ابتدائي كلم زمان طبعا بقى دلوقتي خلاص دلوقتي دلوقتي بيدخنوا مع بعض يعني الأستاذ والتلميذ إلا مرحم الله يعني فالدنيا بقت جميلة مع بعض يعني الأساتز بقوا لرج وبعضهم بقى ثلاثة اكس درج فزمان كنا بنخاف أول مدرسين مدرس ماشي من شارع نعم شلح من شارع تاني ولو قدرا كده وقفت ولقيت المدرس قدامي سلام عليكم ازاي أستاذ ازاي حضرتك واقف وحطت إيدي كده إيدي كده تخيل حضرتك وانا مش بصلي واقف عامل كده يعني ما هوش وقت الصلة انا مش بصلي الأستاذ ده أنا واقف بأكلمه بس حطت إيدي كده لإني ما كشوف منه خجلان وحاسن انا من باب الأدب ان انا أعمل كده ولله المثل الأعلى وملا ما قف بالإيدي من ربنا او محطت إيدي كده جنبي فيه مذهب بيقول كده بس الكلام ده غارت مش مزبوط اخي بالحضرتك ان انا انا واقف كده وعمال محرك ده يمين وشمال وعد عدل في فليبسي وشاف ايه لا كده هوت وخشوع وحاسس ان انا واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يبقى دي وقفة السائل الذليل ودي اقرب الى الخشوع اقرب 14 النظر الى موضع السجود وعدم رفع البصر الى السماء اوه حضرتك ونت بتصلي الله اكبر انا بابقى واقف في الصلاة احيانا جنب واحد اللي بيعمل كده تخيل هو بيش غني انا نفسي وفي نفس الوقت انا واثق ان هو اللي يمكن يكون خاشع الله اكبر المسجد فيه نجافة حلوة لسه مبايض ومتزبط محطوط فيه شوية دكورات جميلة هو اعمال الله اكبر يا سلام حتة مجفة طلع من عين يا خبال حضرتك وعمال يبص يمين وشبال وما خبال الكلام ده كله لا يوم ده يتنافى تماما مع الخشوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا امنا عائشة تقوله كما عند الحاكم بسند صعيح كان النبي اذا صلى تقطأ رأسه ورمى ببصره الى الارض الله اكبر هو قال كده صلوا كما رأيتموني وصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صعيح اذا كان احدكم في الصلاة فلا يرفع بصره الى السماء ان يلتمع بصره يا خبال ربي ده تهديد كبير جدا احنا مش واخدين بن منه تخيل حضرتك اضافة الى اننا لو بصيت في السماء وانا بصلي او بصيت في السقف وانا بصلي الخشوعها يذهب لا ده في حاجة تانية ده في وشكلها تانية ليه ايه ده ممكن بصري يذهب بنص الحديث ممكن ربنا سبحانه وتعالى يأمر بخطف بصري في اللحظة دي ليه لاني من الخشوع ان انا ابص كده وليه ذا اختم بالحديث اللي ده روال بخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد نهيه عن ذلك يعني عن رفع البصر الى السماء حتى قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن أبصارهم كبالك وانت بتصلي عينك في موضع السجود ما تبصش للحوائط ما تبصش للمكت ما تبصش للنجف خليك باصش لموضع سجودك اللي هتنزله كمان شوية علشان تقول لربنا سبحانه وتعالى سبحان ربيه الاعلى نكمل مع بعض اسباب الخشوع ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك اهلا وزرق مزيد Jake نكمل مع عينك في حصل جوانه وتعالى الحصة جهو مليسع الساب طع anch ا اشتركوا في القناة 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 ثم بعد ذلك يخرج ويصلي حتى لو فاتت صلاة الجماعة يصلي ما فيش مشكلة وهو مأجور ان شاء الله قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخ بثان رقم 17 حاول تنوع في الصور وفي الأفكار بتاعة الاستفتاح بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنواع كثيرة جدا من أفكار الاستفتاح في الصلاة ليه قبل ما بتقرأ الفاتحة حاول تنوع لان انت لو تعودت على رتم واحد بمعنى هو الذكر ده فقط اللي انا بقوله وخبان حضرتك من كتر ما تعودت وانت داخل في الصلاة فما فيش فرصة ان انت تقعد تفكر في الذكر اللي هتقوله لان انت تعودت تقوله فبالتالي ممكن ما تخشعشه لو فيه صور معانى انت موظف عليها ما فيش غيرها بتقرأها ممكن من كتر ما انت مدوم عليها خلص بتقرأها كده على سجيتك ما بتواجدش تفكر في الآية اللي بعد الآية ده فبالتالي مش هتكون أضعى للخشوع حاول تنوع في الصور وفي الأفكار الحاجة اللي بعد كده او اللي عنصر بعد كده رقم 18 الحرص على سجدة التلاوة لو جات سجدة التلاوة فأثناء ما انت بتصلي انزل وزجد سجدة التلاوة طبعا هي سنة كبالك سجود التلاوة ده بقى يزيدك في الخشوع قال جل وعلا ويخرون للأذقان للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قال النبي ما تصلى عليه كما عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي انت كده بتخليه يبكي يقول يا ويلي امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فلم اسجد فلي النار يبقى اذا الحرص على سجدة التلاوة دي من الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة رقم 19 تذكر حال السلف عند صلاتهم وطبعا حضرتكم عارفين في الحلقة اللي فاتت ذكرنا صور جميلة جدا ومشرقة من مدى خشوع سلفنا الصالح في صلاتهم اقعد بقى رجعها كده اقعد اسمع كانوا بيصلوا ازاي وبيخشعوا ازاي وقديهم ما كان عندهم ما شاء الله خشوع لا يخطر على قلب بشر ده هيخليك يعني يحصل عندك كده غيرة ايمانية كده جميل عشان تكون زيهم تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحه رقم 20 إن انت تشيل من قدامك أي حاجة تشغلك في صلاتك بمعنى ما جيش واحد يقول الله أكبر وقف قدام التلفزيون ونشط الأخبار الشغالة وبيصلي لا يمكن هتخشع ده الكلام ده بالنسبة للسنن إنما في الفريضة طبعا هتصليها في المسجد إن شاء الله والنساء يصلي طبعا الفريضة بيراحتهم بقى هم يعني مش واجب عنهم في المسجد ممكن يصليها في البيت لكن قصد دي إن انت لما تيجي تصلي ما يبهش قدامك صور حاجة متحركة حاجة عاملة صوت عالي سطارة لها كده زخارف جمد جدا فشغلاك حاجة معينة بيجيب أضواء معينة ابعد عن أي حاجة تشغلك في صلاتك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كانت أمينا عائشة لها ثوب فيه تصوير فقال لها أخريه عني فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي رقم واحد وعشرين ابعد كل البعد عن أماكن الضوضاء ومرور الناس والأصوات المزعجة واقب بتصلي فقلت أصلي فين طيب هصلي في مكان وفي العربات بتعدي من جنبي وإشارات وكالكسات ومشاكل وناس بتتخانئ وده عمل بيخبط في دوت واللي رايح واللي جاي يقين أن انت بتصلي وصلاتك في الوقت دوت جزاك الله خير أنت بتصلي لكن مش هتقدر تخشع ليه لأن انت وانت بتصلي الله أكبر اللي جنبك عمال بيكلم التاني شفت المروحة اللي أنا جبتها شفت مش عارف إيه طب ما كنت جبت التسجيل دو طب مش عارف إيه طب الحسابات طب المشاكل طب واحد بيتخانئ مع التاني طب واحد بيضرب واحد فمش هتلاقي نفسك هتعرف تخشع فبعد عن الأماكن اللي فيها ضوضاء أو أماكن مرور للناس عشان تعرف أن انت تخشع رقم 22 تجنب الصلاة في الأماكن اللي فيها حر جديد أوي أو برد جديد أوي ولذلك نظرا لأن الجو يا جماعة في بلاد المسلمين بقى صعب جدا يعني الدنيا في صف تبقى حر موت حتى مصر اللي كان جواها عادي جدا جدا اللي أنا أصبح جواها قريب جدا من جو الحر الشديد اللي موجود في دول الخليج وخبالا فعشان كده أنا شايف أني من المرؤة ومن الإحسان إلى المصليين أن أنت تعمل لهم أنا عامل كده في مسجدي حاطت تلات مكيفات في مسجدي وحداشر مروحة ليه ما هوش دلع ولا هو رفاهية أنما عشان أكرم اللي جاي يصلي في المسجد بأنه لما يخش يصلي في المسجد يراقي المكان كده فيه طراء ويقف يصلي هو خاشع ما بقاش واقف وهو تعبان وحران وعرقان ومتدايق ومش قادري مش يقدر يخشع في صلاته كذلك لو مكان ملوش سقف والبرد جديد والمطر مش يعرف يخشع لشان كده ابعد عن الصلاة في الأماكن اللي فيها حر جديد أوي أو فيها برد شديد أوي رقم 23 إن أنت لما تيجي تصلي النافلة وبتكلمش هنا عن فريضة ما تصليش وإنت نعسان ما تصليش وإنت بتنام ليه إن ممكن تيجي تدع نفسك تدع على نفسك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد مش قادر تكمل نام شوية وقوم صلي بعدين حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه رقم 24 مجاهدة التثاؤب في الصلاة ده في ناس ما شاء الله بتعملها زي سارينة السفن الحربية يبقى بقى بتصلي جنبه وعمل يتتوب ويعني وماشاء الله صوته مستمع على بره المسجد ويتتوب ويكمل اللي بعدها وانشاف ايه وحتى ما يحطش مثلا يدهو على فم يقضم مثلا التثاؤب ده لا خبالك وقد يعفى على الشيطان وقد يدفل الشيطان وفي فم ربنا عافيكم يا رب العالمين إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إذا تثاؤب أحدكم فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل وطبعا لو دخل الشيطان يكون أقدر على التشويش على هذا المصلي يبقى لما يأتثاؤب في الصلاة أدفع التثاؤب على قد ما أقدر لا أتثاؤب إيه هو حرام لقى مش حرام بس عشان هيزهب من خشوع طيب خلاص هتثاؤب اقضمه يعني حطي إيدا كده على الفم وحاولت يعني تتثاؤب من غير ما تفتح الفم توصل هنا لحد منتصف الرأس والشافة التانية لحد منتصف الصدر يعني إيه خليها كده إيه يعني إيه حاجة بالراحة كده رقم 25 عدم التشويش بالقراءة على الآخرين أحيانا تخش في مسجد تلاقي واحد ماسك المصحف وربنا ما شاء الله ما تديره صوت ربنا يبارك في جماعة رب العالمين وماسك المصحف وصوته مسمع المسجد كله لحد عارف يصلي والحد عارف يذكر ربنا والحد عارف يقرأ قرآن ولما ديجي تسألوا لك أنا بقرأ قرآن وأنا بعمل حق غلط ده أنا عمال بقرأ قرآن يعني حتى القرآن حرام لا مش حرام إنما النبيع السلام قالك ما تشويش على جنبك لأن كل واحد فيكم بيوناجي ربه جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في الصلاة وفي رواية في القراءة وفي رواية عند أحمد بسند صحيح لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن يبقى أنا حتى لو أنا أعد في المسجد بذكر ربنا أو بقرأ قرآن مرفعش صوتي لو وائب بصلي برضو مرفعش صوتي على أد أسمع نفسي بالزبط أو حتى في سري وده أفضل عشان كل واحد فينا قاعد ما شاء الله بيقرأ أو اللي بيذكر أو اللي بيدعو اللي بيعمل يبقى كل واحد بيبقى خاشع مع نفسه وده من أسباب الخشوع اللي أنت بقى تساعد به إخوانك على الخشوع أن أنت لا تجهر بقراءة القرآن في المسجد رقم 26 ترك الالتفات في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاتي ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنهم قلنا بالدرس اللي فات الالتفات كم نوع حبيبي؟ نوعين التفات بالقلب أن أنت يلتفت قلبك تماما عن الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة والتفات بالبصر أنت تبصي مين أو شمال لا تلتفت إذا التفت انصرف الله عز وجل عنك والالتفات طبعا بيذهب بالخشوع لأنك عملت بص هنا وبص هنا ويشغلك هذا المنظر أو هذا المشهد بالتالي كل داود هيأثر على خشوعك ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة كما عند البخاري قال ذاك اختلاص يختلصه الشيطان من صلاة العبد الشيطان بيسرق من صلاتك بالالتفات اللي انت بتلتفته يمين وشمال رقم 27 حاول تقرأ القرآن في صلاتك آية آية تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أمه سلمة كما عند أبي داود بسند صحيح كان يقطع الآيات كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف الحمد لله رب العالمين ثم يقف مش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماريكا وماخد الفاتحة كلها في نفس واحد لا مش من السنة من السنة ان انت تقرأ آية آية خبا حضرتك وتقف عند رأس كل آية حتى تخشع وحتى تتفهم معنى الآية وتستشعر معنى الآية هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي رقم 28 ترتيل الكرآن وتحسين الصوت بالكرآن ورتل الكرآن ترتيله كان النبي كانت قراءة النبي مفسرة حرفا حرفا والحديث عند أحمد بسند صحيح في رواية ابن ماجر بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن الناس صوتا بالكرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله عز وجل الله إن الإنسان وهو بيقرأ كده فيه كده عارف حضرتك بيحاول يجمل ويحسن صوته بالكرآن مش مجرد فقط قراءه خلاص مش مجرد أن أنا بسمع على الحفظ حس بالكرآن تخيل يعني معلش مع بعض المثل وأنا آسف لما بيجي واحد مطرب بيغني قدام ملحن يقول له نفسي تحس بالكلمة حس الكبليه دوت عايزك تحس بالكلمة ديت صوتك حلو بس مفيش إحساس ولذلك كانوا لما يثن على مطرب زمان كانوا يقول لك إحساسه حاجة فوق الخيال طب ده بالنسبة للأغاني وما للكرآن بقى كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام الله القرآن معقولة أنا مخشعش كده وما جملش بصوتك بالكرآن يبقى إذن ده من أسباب الخشوع أن أنت تجمل صوتك بالكرآن رقم 29 أنت لما يكون قدامك أكل جاي من بره من الشغل وجعان وعايز تاكل وزوجة حضرتك ما شاء الله عمنا لك بقى حمام بالفريق ومش عارفه إيه وحاجات بقى ومشويات وحركات كده فحضرتك عايز تاكل والأكل دي بالذات أنت بتحبها والأكل سخن ومحطوط على الصفرة وعايز تاكل والأكل تحط وانت جعان بس خب بالك أنت ما جيتش لقيت الأذان بيدا وبعدين قلت له حط الأكل لا ده أنت جيت لقيت الأكل أصلا محطوط وانت جعان ميت من الجوع والأكل ده بتحبه تعمل إيه قالك كل الأول من اللي قال كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله على سلام قال النبي كما عند مسلم لها صلاة بحضرة الطعام وفي رواية البخاري والمسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن أحدكم حتى يفرغ منه ما تتعجلش ما تقولش يكل بسرعة كده لأنه ده ممكن يعملك سوء هضم ويعملك عصر هضم ويعملك مشاكل في المعدة كل يسيدي براحتك بس لا تتعمز ما يجيش واحد بقى اتفق مع زكت الله بص حبيب تقلبي عشان بس نبقى حلوين كده يعني ماشي أنا كل يوم هاجي قبل المغرب بخمس دا أنت يحمل نفسك حبيب قال بالأكل محطوط والله ويعني ما ينفعش وإذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء يعني يا خبالك ما يبقاش أنتوا لتنين مذاكرين الحديث دا وبس لا يعني ما يبقاش فيه تعمد إنما لو حصل مرة فيش مشكلة إنما ما يبقاش طبعا كل يوم طيب رقم 30 ودي آخر حاجة ودي بتتشعب لكده عنصر كده رقم 30 معرفة مزايا الخشوع في الصلاة خشوع في الصلاة نعمة كبيرة جدا إن أنت حضرتك يعني بتستشعب أن وقف بين يديين مين بين يدي الملك مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى تخيل حضرتك مدى إحساسك وخشوع كنت وقف بين يديين ربنا عشان كده عشان كده أنا بقى لك ما تخليش حد يعدي لأنه فعلا هيؤثر على صلاتك وهو ما عدي هيش غلك أخي الحبيب ربنا يحفظه في الفاصل بيقول لي كان واحد وقف بيصلي وده كس حقيقي يعني وقف بيصلي فوقفه قدامه سطرة يعني فواحد جاي عايز يعده قدامه فده بيمد ييده بيملعه فرح واخد يديه وخده بالحضم بيحسبه يسلم عليه وغبال حضرتك لا يعني إيه يعني خب بالك أني أنا وقف بيديين ربنا سبحانه وتعالى لازم أراعي وأنا بصلي ولازم أراعي وأنا داخل المسجد وفي ناس بتصلي إذا أنا أحاول ما شوش عليهم حيانا تلاقي واحد داخل المسجد وناس بتصلي بتصلي وقف بتصلي وغبال حضرتك ويقعد يزبط في الموبايل ويعدل في الرنات ويعمل مش عارف إيه ويعمل صوت مش عارف إزاي ويتنحنح ويعمل هيصة في ناس بتعمل دبكة هيصة دوشة هي داخل المسجد خش المسجد كده بهدوق إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون خبالة فما أدركتم فأتموا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما تجيش جاري في بعض الناس كمان بتجري أحيانا نبقى فيهم بنصلي في المسجد وتلاقي واحد داخل جاي يعني مجرد مسجد ما كده الله أكبر وركعنا جاي جاري من أول باب المسجد لحد جوه يوم داخل خبط الباب ورزعه وداخل عشان يلحق إيه ما ينفعش لأن انت إيه بتخد اللي جوه وبتأثر على خشوعه وفي نفس الوقت انت معركش وزر ما دومت الحمد لله أدركت الصلاة أدرك الصلاة ما فيش مشكلة طيب معرفة معرفة مزايا الخشوع في الصلاة رقم ألف الخشوع بيخفف عليك الصلاة تخيل بيخليه خفيفة أوي ربنا اللي قال كده وإنها لا واستعينوا بالصبر يا صلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشئين تقيلة أو الصلاة بس الخاشع الله أكبر سيدنا مسلم سيدنا ثابت البناني يقوله كابت الصلاة عشرين سنة كابت الصلاة كده كنت بأقاوم نفسه عشان أصلي قيامي ليه لعشرين سنة قال ثم تلذثت بيها عشرين أخرى حتى إني لا أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها من كتر الخشوع في الصلاة أقول يا رب ما تخلص يا رب ما خلص الصلاة دي شو أدي من حبه في الصلاة ومن كتر خشوعه في الصلاة بأول حاجة الخشوع يخفف عليك الصلاة ويجعلها سهلة ومحببة إلى النفس رقم اتنين إن الأجر بقى بتعصله دي موضوع مهم جدا وفي غاية الخطورة أخو بأل حضرتك من حتى ديت حضرتك داخل تصلى عشان تاخد كم من كم قولي داخل عشان أخد عشرة من عشرة شيء طبيعي أمان أنا داخل أصلى عشان أطلع من الصلاة ما فيش ولا حسنة ولا أي حاجة عملتها لأ أنا داخل عشان نفسي أوصل لأعلى درجة في الصلاة دا كله على قدر خشوعك تخيل ما هو دا صلى أربع ركعات ودا صلى أربع ركعات وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح إن العبد لا يصلي ركز معها إن العبد لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها إلا تسعوها ثمونوها سبعوها سدسوها خمسوها ربعوها ثلثوها نصفوها بيقول لك إن في عبد يخش الصلاة ويكتب له واحد من عشرة بسبب ما خشعش للواحد من عشرة واحد تاني ربع الصلاة اتكتبت له التالت تلت الصلاة الرابع نصف الصلاة واحد خاد الصلاة كلها ليه بسبب خشوع في الصلاة على قد خشوعك على قد ما هيتكتب لك درقتك في تلك الصلاة رقم أجيم إن الأوزار والآثام والذنوب اللي احنا عملناها بتتحط بتنزم بسبب الخشوع في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بسند صحيح إن العبد وعايزك بقى تتأمل معايا المشهد العجيب ده إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه الزنوب تتحط هنا وهنا خبال حضرتك وضعت الذنوب على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه ذنوبه الله أكبر بإذن إن الخشوع في الصلاة والصلاة اللي ترد ربنا سبحانه وتعالى بيتساقط بسببها كل ذنوبك عشان كده النبي قال في الحديث اللي ذكرنا في أول حلقة إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب إن الصلاة دي تكون سبب في إن تكفير جميع الذنوب السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى رقم دال عهد بالمغفرة للخاشعين وعهد بالجنة للخاشعين ده لسه جاي عهد بالمغفرة للخاشعين بحنا قلنا مزايا الصلاة قلنا رقم واحد الصلاة الخشوع يخفف عليك الصلاة رقم اثنين إن الأجري بيكتب لك على قدر الخشوع رقم ثلاثة إن الأوزار والأثام بتنزل من جسمك أو بتنزل منك على قدر خشوعك في الصلاة رقم دال عهد بالمغفرة ربنا ادالك عهد بالمغفرة إذا كنت خاشعا في صلاتك حدثين في غاية الروعة قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلىهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفره ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه حديث الثاني روال بخاري ومسلم إن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوءي هذا توضيت زي ما النبي توضأ إن شاء الله مرة كده نشرح لكم بقى الوضوء كاملا من الألف لي إن شاء الله من توضأ نحو وضوءي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وآخر حاجة حبيب قلبي رقمه الخشوع في الصلاة من أسباب الفوز بالفردوس الأعلى إلا أنا ليل ونهار بحلم وبتمنى وبأرجو الله سبحانه وتعالى إن ربنا يجبعنا وإياكم في الفردوس الأعلى قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم ذكر أشياء كثيرة إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يارثون الفردوس هم فيها خالدون واختم بالحديثين دولة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد و أبي داود بإسناد حسن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه والتاني عند النساء بسند صحيح من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة دول كانوا 30 عنصر من أسباب الخشوع في الصلاة يا رب يرزقني وإياكم يا رب لذة ونعمة الخشوع في الصلاة نتفق مع إيميالاتكم ومتصالاتكم ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 عرب بس انتي في حاجة نقصاكي اموريني انا خدامك يصرفها بأسطوب مهذب جدا جدا بدل ما يقول اسرار بيت والام ويحصل مشاكل عايزة فطنة من الزوج وعايزة زوجي يكون عنده دربة كده في التعامل ما بين الامة و بين الزوجة ويحاول لان هو لا مناصرها ومن ان هو يحاول يقلب بين قلب الام والزوجة مدام اللي اتنين عايشين مع بعض في بيت واحد هل يجوز لي انا ارفع صوته في الصلاة لان الوسواس لا يتركني اصلي انا ما عافش طبعا نستقل اذا كان رجل او امرأة اذا كان رجل فبيرفع صوته ويسمع نفسه بس بحيث ان هو ما يشوزش على غيره ولو كان في بيته برضو يقرأ ويسمع نفسه بحيث ما يشوزش على حد يكون نايم حد يكون مريض جار ليه عايز ينام الى غير ذلك اما المرأة ففي كل الاحوال تسمع نفسها فقط من بصوتها ما يرتفعش لدرجة ان يكون في حد سامع صوتها الاخت فاطمة من اسبانيا اريد ان اعرف اماكن و اوقات استجابة الدعاء لينا حلقة كاملة اخت فاطمة عملناه هنا في قناة اقرأ اظن النبي ومستجاب الدعاء واظن فيه اوقات استجابة الدعاء عملنا كذا درس عملنا اظن ثلاث دروس هنا في قناة اقرأ عن الدعاء وليس فيه درس رابع كمان ها بقول لكم علي اقرأيب ان شاء الله لتكملة سلسلة الدعاء فاذه ارجعينوا ان شاء الله اللغة تلاقيه كل الاوقات و اماكن استجابة الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى الي اختنوها من مصر السلام عليكم عليكم السلام ايوه انا بصلك يعني على طول بصلك بس اما بعض كده بيستجدس مني بازعل وبعيب كتير لا اصلي ببعد عن الصلاة ايش عرفت بقى ان هو ما استجبش اعايز اقول لي حاجة اختنوها احنا لما بديجي ندعو ربنا سبحانه وتعالى فيه ثلاث حاجات بتحصل اما ان ربني يستجب لي دعائي يعني مثلا قلت يا رب مثلا ارزقني بالعربية ديت مثلا فاما ان ربني يستجب لي ويرزقني العربية ديت فعلا ادي ادي حالة طيب ما تبدنيش العربية ديت يصرف عني من الابتلاء والاذى والمصائب ما يوازي نفس الدعاء او اكثر يعني انا مثلا بدأ بقول يا رب ارزقني بالعربية ديت مثلا بتمانين الف فربنا يصرف عني اذى كان هيحصل اذى ابني هيحصل له حدثة الحدثة دي كانت هتكلفني فلوس مئتين الف جنيه عمليات بالاضافة ان ابني ممكن كمان يحصل لعاها فربنا صرف عني الاذى بقدر الدعاء اللي انا دعيته انا مش واخد بل ان ربنا استجاب دعائي بس هو لو كوش فلانا الغطاء لرأينا العجب الحالة الثالثة ان ربنا سبحانه وتعالى يؤجل لي اجابة الدعاء لي الدين العربية ولا يصرف عني الاذى ولكن يعطيني القيامة بالدعاء ده يقول لي عبدي قد دعوتاني يوم كذا وكذا فتعجلت اجابتك ايو يا رب حصل ودعوتاني في يقت كذا فصرفت عنك من السوء بقدر كذا انا طبعا ما شفتهاش لكن المولى عز جل هو الذي يخبرني الحاجة الثالثة وأجلت لك اجابة هذا الدعاء لأفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة في الوقت ده اختينها يتمنى العبد ان ربنا سبحانه وتعالى ما يكونش استجاب له ولا دعاء في الدنيا واتجل كل الاجابات ديت ليوم القيامة عشان يفرج عنه كرب يوم القيامة فإوه تقول لي ما استجابش دعاء ادعوا الله انتم موقنون بالاجابة ادعوا الاجابة الله يحفظك حبيبي واضح ان حضرتك من اهل السودان الطيبين ان شاء الله من حذنين ان شاء الله ربنا بير فيك يا رب خوز الله يسلم بارك الله فيك ان شاء الله كمان ندعوا الله تبارك وتعالى ان ربنا يشفيك من مرض الحبان الصوتية المصابة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يجعلك لك في الكمة يقدر انه يوم الثلاث في حقيقة الليلة في بيت النبي انتظره بفارق الصبر عشان احضره حتى ولو كنت في العمل احاول عشان احضره كده الله يحفظك حبيبي فحقيقة انا كبعا في النت حاولت انزل كل البرامج اللي كانت تقدمها في قرار شهر رمضان على سيد أبا وعزو للشباف الموجودين في ايطاليا فالحمد لله كل الاصدقاء في اي عربية تجد تلك برامج المصارع كلها مكتمل منزل ومضارك الله في كل البرامج احنا عملنا هنا مجموعة برامج في رمضان هنا في اقرأ يعني من اجمل برامج اللي قدمتها في حياتي والله يعني قاطعة هذه المنتجات والمصارع ويوم في الجنة وكرمات الصالحين يعني ربنا نتقبل يا رب العالمين الله العزيز ومبارك الله فيكم ان شاء الله بتثبت عندي سؤال يعني بتألخ بالخشو تبعا احنا حقيقة يعني عندنا في الصالة وانا في العمل وكذا يعني فعب جدا انه واحد يجد مكان يعني زي ما تقول الحضراء اللي يتوفر في كل هذه الشرور عشان يصلي في بخشوة ولكن في مشكلة اخرى انه مثلا الجمع بين الصلاوات مثلا الضهر والأثر والمغرب والعشاء فتكون في الصعوبة في العمل لكن واحد يحاول بقدر الامكان يصلي الصلاة يعني يجمع بين الضهر والأثر والمغرب والعشاء هل هذه تجوز ربنا يا بارد فيك يا أستاذي عايز اقول لحضراتي حاجة ظهر خالص يعني طبعا انت بتقول انا اعلم طبعا ظروف اخواني واحبابي والله الذين اشفق عليهم اخواني المغتربين في اوروبا وفي امريكا اعلم انهم يعني ولذلك يعني الحمد لله رب العالمين من البرامج اللي انا اعلم انهم متواصلين معها يعني كويس جدا ليلة في بيت النبي ربنا يا بارد فيك جميعا واحفظنا اياكم انا عارف ان انتو بتجهدوا وبتتعبوا جدا جدا وعندكم مشقة جمدة جدا في المحافظة على الصلاة وعلى خشعة وعلى وعلى لكن تأكدوا ان اجركم يعني انا مش متخيل واحد حضرتك بيجاهد في ان يحافظ على الصلاة هو في ايطاليا في هولندا في اسبانيا في فرنسا في امريكا نفس اجر اللي بيحافظ على صلاته في مصر او في او هنا او هنا مش ممكن اكيد ان شاء الله على قدر التعب اللي بتتعبوا وعلى قدر النصب وعلى قدر المشقة دي كلها الاجر بتاعكم ان شاء الله يكون اكبر اما ان اضطررت الى الجمع فهذا لا يكون الا لضرورة قصوى يعني انما الاصل يعني ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاب الموقوط على قد ما تقدر استاذي ان يحاول تحافظ على الصلاة في وقتها حتى لو كان في العمل الموضوع صعب ممكن تتبادل مع اخوانك في العمل انت تروح صلي الظهر مثلا مع اخين ثلاثة وغيرك يمسك مكانك وبعدين انت يرجع تتبادلوا مع بعض بحيث تصلوا الصلاة في وقتها مين معنا يا سيد احمد امه اسلام مصر وعليكم عليكم السلام وراح تطلور كذا ربنا يحبك ويستورك ويحفظك يا رب الله يبارك لك فيهم يا رب يحفظهم ربنا يفرج همه يا رب ويفك دقته جميع المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين والله يعني ده بلدنا وبندايلها ليل ونهار وقلوبنا بتتألم يعني ليل ونهار على اللي بيحصل فيها ومش قد اقول له حضرتك انا والله الذي يلاقي لها غيره يعني انا 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 يعني هذه الايام انا مريض بسبب خوفي على مصر وسبب قلقي عشان مصر وقبل ما اجي اقسم بالله واخد حقنا مسكين عشان اقدر بس اجي اطلع الحلقة دي من كتر من الواحد حزيم من جواعا اللي بيحصل في بلدنا لان فعلا مصر ما تستهلش مننا كده ما تستهلش اللي بيحصل فيها ده ربنا يا رب يحفظ اهل مصر ويحفظ جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن الاساس حاسم من فرنسا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام حبيب اه اني احبك بالله يا سلام احبك الذي احببتني فيه ربنا عزك يا رب اني وتبيع البرنامج كل تلسة الله يبير فيك حبيب ربنا يسطورك يا رب اريد ان اسألها سؤال تفضل تفضل عندما ندخل المسجد هناك اناس يقرأون القرآن بصوت مرتفع اه انا كنت لسة بقولها اه فضل عندما يقرأون القرآن بصوت مرتفع وعندما الانسان يريد ان يصلي ركعتين لا يعرفش يصلي هناك تشويش على المصلي احنا قلنا من ضمن ازباب الخشوع في الصلاة ان كل واحد حينما يقرأ يقرأ في سر يسمع نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان كلكم مناجي ربه فلا يرفعن صوته على احدكم في الصلاة او في القراءة ان الانسان لما يكون داخل المسجد ما ينفعش يا جماعة امسك المصحف وعد اقرأ بصوت عالي ومشوش على كل المصليل لاني ذنبهم في القبط انا يعني انا لو بقرأ قرآن وانا بعمل ايه بعمل طعم اش بعمل معصية لكني برفع صوت الدرجة ان في عشر حوالي بيصلوا كلهم خرجوا من الخشوع كل ده في ميزان سيئاتي رغم ان انا في نفس الوقت بقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى فالاصل انها حتى من باب حتى الذوقيات حتى ان انا بقرأ وانت عايز تقرأ انت كمان انت هتقرأ من سورة وانا اقرأ من سورة تانية فاقرأ في سرك واقرأ في سري انت عايز تصلي وانا عايز اقرأ او انت عايز تصلي وانا عايز اصلي لا انت ترفع صوتك ولا ان رفع صوتي وكل واحد كده يخشوع كده يعني مضطر عشان ممكن ما تخشعش إلا إذا سمعت نفسك سمع نفسك بس بسوط وقت كده كأنك بتوشفش نفسك بحيث ان انت وانت بتصلي ما توششش او ما تشوشش على اللي جنبك يقول لأستاذ أرشاف المنصر سلام عليكم عليكم السلامة وبركاته عليكم السلامة وبركاته اهلا وسهلا شيخ محمود مع حضرتك يا فنم ازاي سهلاك يا فنم اهلا مع حضرتك الله يحبك جدا 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 احبك الذي احبك فيه انا اخليك يا رب اعليك بس شيخ محمود دعيلي وتدعي لمرات عشان هي هاي دي بقاتة بيتقاوم وبتخفز القرآن يعني الله يبارك لك سهلا ودعيلي بالخلف الصالح الله يرزوك يا رب بالذروري الصالحة انت وكل المحرومين يا رب العالمين ويكرمك يا رب ويبارك في أولادك يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم على الخير يا رب العالمين الاستاذ اكرم من تونس ادعو لي بالثبات والذروري الصالحة ربنا يكرمك يا استاذ اكرم ويفبتك ويرزوك بالذروري الصالحة الاستاذ ياسين ادعو لي بالذروري الصالحة ربنا يا رب يرزوكك بالذروري الصالحة رب العالمين ومخرجنا الحبيب استاذ احمد ربنا يبارك فيه لما يقفض التالت دي اقول لي بس عشان اي داي الاستاذ مهدي العلوي من المغرب احبك في الله وانتعو لي بالنجاح في الدراسة ربنا نجحك استاذ مهدي فاطمة من الاردن ادعو لي بالذروري الصالح انا وجمع بنات المسلمين ربنا يرزوكك يا رب بالذروري الصالح يا رب العالمين اللي هو أستاذ مصباح من الجزائر أستاذ مصباح سلام عليكم سلام عليكم حبيبي أستاذ مصباح مش هاده أقول لي غير منور إزاي حضرتك سمعك حبيبي قلبي أنا بقولك أنت منور أهلا بيك معلاش الصوت مش واضح أستاذ مصباح اتفضل الاتصال من قطع قطع الله مش هاده فعل معينك تمنورنا والله سنصباح ربنا بارك في عمرك لستاذ ابتسام طلبي أن تدعو لي بموارضات الله والذرورية الصالحة ربنا يرضى عنه عنك ويرزقك بالذرورية الصالحة الأختي سليمة أو سليمة من المغرب أدعو لنا أن يفرش كربنا اللهم فرش كربنا يا رب العالمين تكلمنا عن الخشوع بقى شفته 30 سبب من الأزباع احنا عملنا الخشوع في كامل حلقة 3 حلقات حلقة الأولية عملنا مقدمة كاملة عن الخشوع في الصالح وعن بعض الروحانيات كده الجميلة في الخشوع حلقة الثانية جاءت اللي فاتت اتكلمنا عن صور مشرقة من الخشوع ورحلة الخشوع والمرة دي اتكلمنا عن 30 سبب من الأزباع الخشوع من معنا يا سيد أحمد؟ أفضل 3 دقائق طيب حاضر نضعوا بقى عشان ايه؟ يعني فعلا نحن محتاجين للدعاء وانا ليه بتكلم في الخشوع في الصالح عشان محتاجين نرجع لربنا ومحتاجين يعني نكفر من العبادة ومن السجود ومن الخشوع رجاء الله يبارف فيكم نكفر من ركعتين قيام ليل الصيام 2 وخميس كثرة استغفار وصالح على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الدعاء لكل الدول الإسلامية وبخاصة مصر وسوريا في هذه الأيام في أزمات شديدة جدا جدا الله يبارف فيكم الدعاء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يم من كتابنا يسر حسابنا يسر على الصلاة مرورنا ورزقنا جميعا حصن الخاتمة اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أقلب بين قلوب المصريين اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد مصر بسوء فأشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيري اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير يا رب العالمين اللهم أغفر إخواننا في فلسطين وفي سوريا اللهم أغفر إخواننا في فلسطين وفي سوريا اللهم إنهم جوع فأتمهم حفاتوا فحملهم عراتوا فكسهم مرضى فداويهم تقبل شهدائهم واربط على قلوب ذويهم اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين أسطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ارزقنا نعمة ولذة الخشوع في الصلاة اللهم اجعل الصلاة كرة أعيننا اللهم اجعل الصلاة كرة أعيننا اللهم اجعل الصلاة كرة أعيننا اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي عافيتنا يا رب العالمين اللهم اشف مرض المسلمين ارحم موت المسلمين اعز الإسلام والمسلمين نجح طلاب المسلمين زوج بنات المسلمين فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين برحمتك يا رب العالمين اللهم اصطرنا يا رب العالمين اللهم اجمعنا مع النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم لنشرب من يدي شريفة شربة هنئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله عن نبينا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حضن البيوت يعيش الدفاة بود ومحبه ولحظة صفاء ونقفل ببان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء ويا ما بيوت كخيط عن كبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر